اشتركوا في القناة معكم بأهم ما لدينا في هذه الحلقة رغم تراجع الصدرات في إبريل عجز الميزان التجاري المصري يواصل تصحيح أوضاعه في الربع الأول من العام وينخفض بثمانية بالمئة استمرار الحرب التجارية بين بيكين والغرب والصين تعزز رسوم مكافحة الإغراق على بعض منتجات الصلب الأمريكية والأوروبية وفي ملفنا هذا الأسبوع سنفتح ملف البنوك والجهاز المصرفي الائتماني ومع قانون البنوك الجديد بين قانون البنوك وبين تشجيع الاستثمار ودفع النمو نبدأ مع مجموعة من أخبار الاقتصادية التي طبعا مر بها الأسبوع الاقتصاد المنصر والتي بالتأكيد ستؤثر على الأسبوع الجديد نبدأ مع الاقتصاد المصري الذي أظهر تماسكا بمصاري التحسن على صعيد علاقات الخارجية وسجل عجز الميزان التجاري تراجعا خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 7.8% عن مستوى في نفس الفترة من العام الماضي هذا التحسن الذي دفع بإجمالي قيمة العجز إلى 10.57 مليار دولار جاء على الرغم من تراجع الصادرات بنحو 1.9% غير أن تراجع الواردات كان أعمق بنحو 5.5% وسجل العجز التجاري المصري في مارس الماضي ارتفاعا إلى 10.1% مع تراجع الصادرات بـ 3.9% وارتفاع الواردات بـ 4.3% ننتقل إلى ساحة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وبالطبع مزالت الحرب متأججة والصين ترد على الولايات المتحدة حيث عززت الصين من موقفها وقررت رفع رسوم أو زيادة رسوم الإغراق على أنواع معينة من الواردات الآتية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من المواسير والأنابيب غير الملحومة والمصنوعة من الصلب السبائكي تصل الرسوم الجديدة إلى 10 أمثال الرسوم السابقة التي كانت تتراوح نسبتها بين 13 و 14 و 1 من 10% وعلى الجانب الآخر أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ليس لديه موعد نهائي محدد لاتفاق تجاري مع الصين يسمح لبيكين بتفادي فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على صادرات بقيمة 300 دولار مليار دولار إلى الولايات المتحدة الأمريكية بالطبع هذه الجبهة لم تغلق بعد ومع ذلك الرئيس الأمريكي يفتح جبهات أخرى سواء نحو الهند أو نحو تركيا أو نحو المكسيكا التي في النهاية ترك الباب ربما غير مغلق هننتقل إلى قطاع الطاقة التي ربما حدثت فيه مشاكل الأسبوع الماضي حيث كشفت بيانات اقتصادية سمرار تراجع إنتاج النفط لدى أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خلال شهر مايو الماضي مسجلة بذلك أدنى مستوى لها في خمسة أعوام وكشفت البيانات عن تراجع إنتاج النفط بمقدار 236 ألف برميل يوميا خلال الشهر الماضي ليصل إلى 29 مليون و88 من المئة من المليون برميل جوميا فيما يعد المرة الأولى التي ينخفض فيها إنتاج أوبك عن 30 مليون برميل يوميا منذ شهر يونيو لعام 2014 ويأتي هذا في ظل مناقشة أعضاء المنظمة الدولية مع منتجين آخرين من خارجها أو على رأسهم روسيا إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج لمدة 6 أشهر إضافية يأتي هذا فيما أكدت وكالة الطاقة الدولية بضرورة العمل على مصادر جديدة للطاقة مطالبة بالعمل على مواجهة التحديات التي تعرقل تعزيز استخدام الهايدروجين باعتباره مصدرا محتملا للطاقة الخالية من الإنبعاتات وفي أول تقرير مهم تصدر الوكالة عن ذلك النوع من الوقود ونحن نتحدث هنا عن الهايدروجين توقعت الوكالة انقفاض تكلفة إنتاج الهايدروجين من الطاقة المتجددة بنسبة 30% بحلول عام 2030 محذرة في الوقت ذاته تحديات العملية في ظل أن معظم الهايدروجين يأتي حاليا من الوقود الإحفوري بتكلفة باهظة وانبعاثات ضخمة من الكربون شاهدين الكرام انتهت فقراتنا عن أخبار الاقتصاد وبعد الفاصل نفتح معكم ملفنا لهذا الأسبوع أهلا بحضركم مرة ثانية طبعا الأسبوعين الماضيين شاهدت تطورة كبيرة في القطاع المصرفي المصري وبئات والاقتمانية التطور الأول كان الكشف عن مشروع قانون جديد للبنوك وإحالته إلى مجلس النواب أما التطور الثاني فهو قرار وكالة تصنيف الاقتماني فيتش وفرعها فيتش ليرنينج فتح معهد للتصنيفات الاقتمانية في مصر هذه التطورات أثرت تساؤلات كثيرة حول تأثيرها على العمل المصرفي قوة الجهاز المصرفي المصري ونحن طبعا شاهدنا التراجع أيضا في قيمة صرف الدولار أمام الجني المصري ارتفاع الجني أمام الدولار وإن كانت بنسبة بسيطة ولكنها أيضا لها تأثير على الاقتصاد سواء بالسلب أو بالإجاب وطبعا نظرة الدول الأخرى للنظام المصرفي المصري خاصة بعد وجود وكالة ضخمة مثل وكالة فيتش وفرعها فيتش ليرنينج لفتح طبعا معهد للتصنيفات الاقتمانية في مصر فدعونا نخرج لهذا التقرير نتحدث فيه ونستمع فيه إلى أهم النقاط حول موضوع الحلقة ثم صديف ضيفي ونبدأ فتح هذا الملأ تطورات إيجابية يشهدها الاقتصاد المصري عامة والقطاع المصرفي خاصة تزامنا مع تنفيذ الحكومة لخطط اقتصادية طموحة ومن أبرز الدلائل على سير الاقتصاد في الطريق الصحيح أعلنت مؤسسة فيتش العالمية إحدى كبريات مؤسسة التقييم لمخاطر الدول ودرجاتها الاستثمارية أعلنت عن إطلاق أول أكاديمية دولية للاقتمان في مصر من خلال مؤسسة فيتش لرنينج التابعة لها وذلك بهدف تدريب المختصين والعملين في مختلف إدارات الاقتمان بمختلف الجهات في مصر وكانت فيتش أرجعت اختيار مصر للإنشاء تلك الأكاديمية لعدة اعتبارات من أبرزها كون مصر واحدة من أهم الأسواق الناشئة الواعدة في العالم مع تطور مؤشرات التنمية الاقتصادية بها على خلفية تطبيق مصر لبرنامج ناجح للإصلاح الاقتصادي تزامنا مع خطط الحكومة المصرية الاقتصادية الطموحة المؤسسة العالمية أوضحت أن إيمان الحكومة المصرية بأهمية إعداد وتنمية الشباب وتعزيز قدرات سوق العمل المصري رجح فكرة اختيار فيتش لونينج لمصر لإطلاق الأكاديمية بدلا من أسواق أخرى بهدف نقل معرفتها وخبراتها الدولية وحلولها المالية للسوق المصري وتطوير الأخصائيين الماليين ومنحهم شهادات دولية معتمدة بالتعاون مع شركة للاستشارات المالية ومع توالي الإشهادات الدولية بالاقتصاد المصري أكدت مؤسسة كابتل إيكنوميكس على أن الجنيه المصري كان أفضل العملات بين الأسواق الناشئة هذا العام حيث ارتفعت العملة المحلية بنحو 7% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام ليصل إلى أقوى مستوى له منذ أوائل عام 2017 تابعنا مع مشاهدين الكرام هذا التقرير وضعنا فيه مجموعة من أهم النقاط حول ملف حلقة اليوم واسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور عمر صالح أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا أهلا بحقيقة دكتور معا أهلا بي مستوى خير طبعا ملفه مهم أي جهاز مصرفي في العالم هو لأي دولة هو يعني الباكبون للسيستم المالي أو نظام المالي بتاعها خلينا أبدأ من قصة أننا في عرض لي على مجلس النواب لقانون جديد للبنو بتحدث في هذا القانون عن طبعا تشكيل لمجالس الإدارات وغيره وغيره وأيضا ربط مفهوم أساسي وهو الحماية من العكسات لازمات المالية العالمية وطبعا نحن عارفين أن الجهاز المصرفي المصري كان صامد أمام الأزمة المالية العالمية من 2006 إلى 2008 وده كان يعني اتخذ له جزء منه أنه كان يعني صامد أمامها في البداية خلينا نبدأ بقانون اللي بنوك هو الحقيقة يمكن القانون مش أول تطوير في الجهاز المصرفي يمكن جهاز المصرفي المصري الحقيق قال كان بيحتس فيه تطوير مستمر خلال السنوات الماضية حتى يمكن بعد الثورة كان فيه يعني مش فقط تطوير لكن كان فيه محاولة لسد الصغارات اللي أحدثتها الثورة اللي احنا سقطت في النمو الاقتصادي لبعد الثورة الـ 1.5% من 10% بعد أن نعمل 7.8% و7.3% من 10% وبالتالي كان فيه خوف على النظام المصرفي أنه هو يسقط أو يبقى فيه تابعات عليك وخاصة أن الثورة جاءت بعد الأزمة المالية العالمية فكان فيه تابعات لكن كان النظام المصرفي بتاعنا الحق يقال يعني على مدى العشرين سنة الماضية بكلام عن النظام المصرفي وليس على الاقتصاد المصرفي النظام المصرفي كان لهميته وزي ما حالك قلت ده باكبون لأي اقتصاد نظام المصرفي المصري خلال العشرين سنة الماضية وكل من كان قائم عليه من مسؤولين كان بيحدث فيه تطوير مستمر علشان أدرأت هلافة أي أزمات أو أي هزات تحصل في الاقتصاد العالمي أو أي صغارات تحصل داخل النظام المصرفي ممكن تؤدي إلى سقوط الاقتصاد المصرفي لأن الأزمة المالية في الولايات المتحدة كان سببها النظام المصرفي يعني ما جاء أوباما إلى الحكم في اللحظات الأخيرة في الانتخابات وقرار جورج بوش بتمويل النظام المصرفي الأمريكي بعد الفضائح اللي حاصل برادرين ليمن ليمن برادر عسبيل المنسأل الأسخور ليمن برادر بنوك الكبرى وسقوط أعمدة أو وجوه رئيسية في النظام المصرفي الأمريكي وتمويل النظام المصرفي الأمريكي من قبل إدارة جورج بوش هو اللي جاب في اللحظات الأخيرة جاب أوباما 어 textures ويحكفة هوباما عند رأي العامل الأمريكا فالحقيقة نظام مصرفي خطير فالتطوير حقيقة في النظام مصرفي المصري دائما كان مستمر ويمكن التطوير الأخير في السنتين اللي فاتوا بتوجهات من السيد الرئيس وتوجه السيد الرئيس أو توجه السيد الرئيس أن النظام مصرفي وممكن امتبعنا مؤتمر شرمشيخ على سبيل المثال في الشمول المالي أحد الأشياء أو الملفات لدخل الجديد أو الفكرة أو الفيشن لدخل الجديد على النظام المصرفي أن النظام المصرفي يبقى شامل ويقدم خدمات أكثر من خدمات مالية نظام المصرفي زي ما قلت في السنوات الأخيرة يمكن كان توجه سيد الرئيس أو توجه القيادة السياسية أن النظام المصرفي مش فقط يشتغل فيه التمويل البنكي أو الاقتمان لكن يدخل بشكل أكبر وهو الحقيقة موجود في هذا الملف لكن يدخل بشكل أكبر في تمويل مشروعات صغيرة على سبيل المثال ويمكن عندنا البرتفوليو أو محفظة الاستثمارات في المشروعات الصغيرة ومدخلت توريب بشكل كبير جدا وزادت بشكل كبير جدا بعد مبادرات وبعد جهات عديدة مولت داخلية وخارجية بالمناسبة مولت موضوع المشروعات الصغيرة ومدوسطة وتوسع أو توجه أو التوجيه للنظام المصرفي أنه يدخل فيه الخدمات المصرفية على سبيل المثال النهاردة شيء طبعا طيب جدا وكنا بالنادي بيه من سنوات ويمكن شخصيا كان فيه مقالة كتابناء في جالية المصور من سبعين أن مصر دخلت ممرات السعادة لأن مش معقولة أن أنا روح أشتري سيارة أو أشتري شقة أو أشتري أين كان وشائل شنطة فيها مليون أو نص مليون أو أين كان النهاردة الناس كلها بتشتغل بالكريديت كارد وبشتغل بال وعدت تمان الكريديت كارد بالنظمة الجديدة وعدت ونهاردة يعني اسمح لي بالتليفون بتعمل الإلكتروني نظر البيز بسعبت عيه البيبول وكل الكلام فنهاردة دون التوارد بشكل كبير جدا فكان على النظام المصرفي أنه يواكب هذا التطوير والجزء الأساسي اللي تم فيه تطوير لكننا احنا مش حاسين به هي البنية التحتية البنية التحتية المصرفية عملت اللينك ما بين البنوك البنوك الخارجية بالضبط سيكيوريتي والمواجهة الهاكينج ونظام الأمني كل دي أشياء كانت ضرورية الحقيقة تمت بشكل كبير وتصرف عليها مبالغ كبيرة ما بين البنك المركزي المصري والبنوك العاملة احنا عندها تقريبا حوالي 45-48 بنك عامل في مصر يمكن خمس بنوك أجنبية فروع البنوك أجنبية مش شقول أسماء إيه لكن عندنا خمس بنوك أجنبية فعندنا عدد كبير من البنوك المتنوعة بأفروعها بتعمل في أنشطة مختلفة والحقيقة النظام المصرفي أو التطوير الجديد أنه عمل لينك الحقيقة قوي بقى فيه بروديكس عندنا بقى فيه منتجات مصرفية منتجات مالية منتجات مالية جديدة فينا نسأل القطاع المصرفي دايما يعني الدول الرأسي المالية دايما القطاع المصرفي يعني نحن بنشوف البنك الفيدرالي الأمريكي اللي هو البنك المركزي الأمريكي أو دولش بانك يعني دول بيبقوا منفصلين تماما حكومة لهم سياسة يعني مختلفة هل النظام المصرفي برضو مستقلي بشكل ما عن الجهات السيادية أو يعني عن الحكومة أو غيره لا شوف أستاذ حسام هو الكتاب بيقول كده يعني احنا تعلمنا كده في الكتاب وحتى في المحاضرات وفي الدورة التدريبية أو في اللقاءاتنا بنقول هذا الكلام لكن يظل أو تنظل السياسة المالية دهما قولنا سياسة مالية مش هنقولنا سياسة مالية دهما دخلنا في سياسة مالية يبايز أن هي هو النظام المصرفي أو محافظة البنك المركزي هو منفصل منفصل تيكنيكيلي يعني يعني له رؤية ويمكن نحية كنت يعني في أحد اللقاءات دايما بقول أن عندنا في الحكوم عندنا الأخوين الأعداء وزير المالية ووزير الاقتصاد ووزير المالية عايز فلوس عشان موازنة العامة ووزير الاقتصاد عايز يوزع وعاكس عايز انسانتس عايز يعمل قط يعني عايز يقلل يقلل الرسوم وكل فالنظام المصرفي أو محافظة البنك المركزي لوحده ويمكن تعودنا ورأينا محافظين بنك المركزي على مر العصور في مصر بدءا من إلى كلهم لهم شخصية منفصلة عن وزراء الاقتصاد أو وزراء المالية فالسياسة المالية بطبيعة الحالة هي منفصلة أو يعني مش منفصلة ليها اتجاهها وليها التكنيكاليس بتاعتها وليها رؤيتها وليها خبراتها وليها خبراءها وليها تاريخها فهو منفصلة نوعا ما لكن في النهاية في النهاية لما تيجي لما تيجي لما تيجي في امريكا حصل ترامب مثلا كان على خلاف مع محافظة البنك المركزي كان فيه توقعات ان هم يخفضوا بعد ضغوط بالذات وكل يوم يقولك هيخفض مش هيخفض هيكتمع مش هيكتمع فالمحافظة البنك المركزي يعني مرتبط على قال مرتبط على قال ب هو السياسة المالية زي ما حضرك قلت لها خطورة كبيرة انها بتأثر في الاقتصاد وتأثر في المالية بتأثر على سار العملة بتأثر على نشاط الاقتصاد الداخلي وعشان كده فيه مطالب الوقتي من المحافظة من محافظة البنك المركزي طريق عامر ان هو ينزل الفايدخ عشان يشجع الاستثمار في حين ان هو شايف ان احنا دخلين على موجة جديدة من رفع الاسعار فيبقى فيه تدقب الموازنات دي دي بتبقى صعبة جدا بس زي ما حضرك قلت في نقطة مهمة جدا ان وزير الاقتصاد دايما هو اللي بيبقى ملم بالمواضيع دي لا مش ملم هو بيبقى مسؤول يعني دايما نقول لما يحصل الازمة اقتصادية نقول فين وزير الاقتصاد ولوين دايما هو بيلانك او بيربط الناس دي كلها انا بنتكلم عن الاقتصاد يعني احنا النهاردة البرنامج بتاعه اقتصادي ولا بالي برنامج اقتصادي لكن اليد الخفية اليد الخفية اللي وراء الاقتصاد هي الاموال طبعا هي السيولة ولذلك يعني اي اقتصاد قوي مرتبط بحجم السيولة في الاقتصاد طبعا احنا يمكن في الفترة الماضية حجم الوداء اعتفع في النظام المصرفي بشكل كبير يمكن نوصل صحح للمعلومة اذا 3.8 تريليون كاجمالي وداء وده رقم كبير جدا طبعا ده حجم الموازنة بتاعتنا 1.5 تريليون دولار يعني تريليون جنيه النهار فهم نتكلم على دبل يعني خدر فلوزي مرتين لسنتين متريليون دخل في الموازنة عجم كبير طبعا 3.8.4 تريبا يعني تريليون رقم كبير فحجم السيولة اللي موجودة دلالة على النشاط الاقتصادي السيولة النهاردة اللي ارتفعت في النظام المصرفي او في البنوك كانت احد اسبابها ارتفاع التدخم طبعا ان الناس ما بتصرفش ان الدولار غلي فالناس حركة النشاط الاقتصادي انا بيتش انزل اشتري وابيقى بيت خايف على فلوسي فاعمل ليه في الفلوس احطها في البنك لا سيما لا سيما وليسياسة المالية شطارة او الحنكة بتاعت المحافظة بنك المركزي لما يربط نفسه بالاقتصاد والاقتصاد يربط نفسه بالسياسة المالية طبعا فرفع الفايد رفعت لعشرين في المية في الفترة المادية لمدة 16 شهر أو 18 شهر تقريبا لحد ما تلقت في فبراير اللي فات فده معناه ان النهاردة انا بشفط فانا دايما حتى اقول المحافظة بنك المركزي او النالية عامل زي اللعيب قاعد يضخ اموال او يشد الاموال يقلل السيولة او يكبر السيولة طبعا الكلام ده عارفينه ده الف به في كتاب الاقتصاد في كليات الاقتصاد والتجارة لما يكون فيه تضخم بشفط السيولة لما يكون فيه حاجة اننا نشط الاقتصاد بزود وده اللي حصل في الدولة المصرية ما قبل 2016 عدم وجود نشاط اقتصادي تكدس للسيولة احنا كان هي سيولة موجودة حتى كنا نقول ايه يعني يا جماعة فيه فيه فلوس في البلد بس الناس خايفة مش كيف مش ده اللي كان بيتقال في 2017 و2016 الناس خايفة فكان عندها سيولة طب السيولة دي عامل فيها ايه شوية يشفط البنك المركزي طبعا ده اللي قد الى اقتفاع حجم الوداع هنا ظهر عب عب بسيط في الاقتصاد المصري وخاصة في الموضوع السياسة المالية فكرة ان انت ناس كتيرة زي ما احنا بنقول بالبلد كده حطيني فلوس تحت البلط تمام عشان كده جامع فوم الشمول المالي ان ما فيش تعاملات الا عن طريق البنوك اولا نعرف الفلوس مع مين جاي منين رايحة فين وهو ده اللي ماشي بيه كل العالم زي ما حارك ولك وده بسيط هو طبعا مش بسيط بس يا الفخرة ازاي نحقق ده بشكل عملي وانت حارك حطيت ايدك على نقطة في غاية الاهمية انا النهاردة لما النشاط الاقتصادي عقارات اخاف احط في صناعة اخاف احط في اراضي ترتفع الاراضي اجي استثمر يحصل دروب ما عنديش الخبرة فاعمل ايه زي ما حاديك قولي احط الفلوس تحت البلطة والحمد لله وكفى المؤمنين اشترك يتغل لا سيما ان انا عندي نسب فايدة عالية جدا 16% كانت 20% بتنزل 16% او ما حاول اصلا فالي خلينا فالي خلينا احط فلوسي في السوق وهو مش امن فحط في البنك لكن الطبيعي انا جاي لسؤال حضرك الطبيعي الطبيعي يعني نسبة الفايدة في امريكا كان على سبيل المثال ده تهيلا بالمينة نصل الوقت او واحد او اتنين بالزبط واحد حول واحد في المينة او روبا في اوروبا كل البنوك الفايدة اروند واحد في المينة واحد في المينة نادر لما تلاقيه سعر الاقراض فايد الاقراض 3 و4 من 10% يعني 4% ده الاقراض قروض النهاردة لما اخد قارد بدفع للبنك قديه فولة 20% لما بحط الفايدة عشان اخد فايدة باخد 16% او 15% في اوروبا الفايدة واحد في المينة واحد في المينة يعني تميز nothing ولا شيء ده ليه معمول يعني ده عشان هم خواجات واحنا عشان يعني لا هو فيه زي ما حالي قلت كده فيه سياسة مالية وقت الكساد النازمة تحط الفايدة في البنوك وقت النشاط الاقتصادي وعشان كده بتتكلم على تخفيد او اتجاه لتخفيد سعر الفايدة لان احنا بيقول للناس يلا اتشجعوا لكن احنا نفسنا الفايدة دي انت تنزل او مفترض يعني او الكتاب يقول لك ان الفايدة دي تنزل مش بس تنزل من 16 الى 12 و 10 لا تنزل لأ 4 و 5 لان فيه علاقة طردية ما بين سعر الفايدة والنشاط الاقتصادي فكل ما النشاط الاقتصادي كل ما الناس يكون معاها فلوس والسوق جايب لها فلوس هتحط فلوسها في السوق هو يعني بس تنزل عشان نفاهمها للناس انا معايا فلوس هحطها في البنك هاخد عليها 16 ولا 17% تمام ولا شغالها هاخد المفترض اخد 20-30-40 طب مش هيجيب لي يبقى حطها في البنك يعني حايقلت كلمة كلمة يعني حلوة والسادة المشاهدين انه يفهموها النهار ده فيه حاجة اسمها اللاير او العائد على الاستثمار العائد على الاستثمار ده المتوسط العائد اللي حيجي لك لما تحط الجنيه في السوق فالمتوسط العائد على الاستثمار المتوسط يعني متوسط 25-30-40% في بعض الاحيان لما السوق يبقى فيه كساد او ضعيف او فيه مشاكل او مش شغال او قطاع واحد بس هو الشغال وباقي قطاعات مش عارف تستثمع في قد الزراعية مش عارف تعمل مصنع مش عارف تعمل شركة فتلاقي العائد يقل 22% فالناس تقول لك ما رأس المال عاقل جبان ولكن عاقل فينا هو جبان هو جبان لانه متعاقل يعني هو مش مغامر وده طبيعي جدا فانا اجي اقول الله طب انا باخد 16% في البنك من غير متعب من غير متعب وانا ايه لي خليني احط في السوق واخده 20% بريسك بمخاطرة او 25% بمخاطرة طب ما هينا فيه مخاطرة لا خلاص انا احط واخد 16% بعد ما احط في السوق بـ 20-25% ويمكن اكسب ويمكن اخسر ده مش بس كده كمان ده حط التعب وحط التكليفة الأسمالية وحط تكليفة التشغيل وحط والعمال وما ادركه ما العمالة والعمال يجي النهاردة وما يجيش النهاردة والراجل يجي للسكر ويجي له القلب ويتعب وقوانين والإجراءات والروتين وكل كلام وضع مجهود وضع شباب فانا ايه لي خليني عمل كده طبعا نحط الفلوسي في البن فعشان كده يعني مش محتاجة خبير اقتصادي لما نقول للناس سعر الفايدة عالي لان دي مش حسنة احنا يعني مش عايزوا تعاودنا على الكسل لكن يعني نظام بهذا المعنى يدفع الأشخاص إلى التكاسل صحيح ولذلك الناس كلها تقول لك واعتقد حركة منهم كلنا كده يعني لما تسأل واحد يعني خبرة في السوق يعني فاقول لك انت بتعمل بفلوسك ايه والله انا حاطة التلت في البنك والتلت في عقارات والتلت بشغاله صح ولا انا غلطان طيب لما انت كون حاطة التلت في البنك يعني مش مشغالها البنك مشغالها والتلت عقارات والتلت عقارات ما هو يعني هي مش وقفة بالنسباله لأن هو العقار بيزيد لكن ما هو مش قيمة مش قيمة انتجيب فتلاقي حضرتك ان لما نيجي للأسف شغال يعني فيه investment انا كنت سامع وبنزردش قبل الهوى ان فيه حاجة على السسمار يعني نتقطع المصرف يعني اتكلم على السسمار طيب السسمار اجنابي وجازم فلما يكون عندك اقصاد شغال يعني فيه investment فيه السسمارات وانا قلت السسمارات مش السسمار يعني فيه رقم بيلي السسمار والسسمارات بالاس investments بالاس مجموعة متالفة متنوعة خطاعات يعني لما تسافر دولة اي دولة تلاقي انك ممكن تحض فلوسك في الفنادق تحض في الصناعة تحض في الخدمات تحض في السيرف تحض في في البورصة لا البورصة ما ادام زي مصرف خلينا بقى في الحاجات اللي هي يعني اللي هي يعني يعني اشتغلت عشان تطلع مشروع النهاردة القطاعات عندنا يعني عدم القطاعات مقفولة فالقطاعات المفتوحة اللي هي زي مات قول الذهب زي محكولت البورصة العقارات او الاراضي وده شيء خطير لأن ده معناه أن أنت قافل أنت لما تمشي في مصر كلها تلاقي مصر كلها عبارة عن شوقة فاضية صح أو أنا غلطان وشوقة فاضية يعني أنا حتى مش عايز أتكلم عن الكمباونز يعني اسمح لي في التعبير أنا ياسف يعني لما تمشي حتى على الطريق الدائري مدينة السلام يعني اسمح لي أفتح القضية دي لأن يعني أنا متأذي وأرجو يكون حد سمعنا ورئيس الوزراء سمعنا متأذي عندما أرى في عزبة النخل أو المرجة أو منطقة النهضة أو على الطريق الدائري الدولة بتعمل بنية تحتية يعني مساعد رئيس عمالي كلام عن الطرق وبنتكلم عن الطرق وإحنا فرحانين بالطرق تطوير الطرق وغيره وبنية تحتية عملاقة عملاقة وكباري ولاقي في النهاية أن البنية تحتية اللي أنا عملتها دي طلعت عمارات طلعت عمارات عشوائية وعشوائية وفي مناطق لا تصلح وأنا أذكرها عزبة النخل والمرج ومدينة السلام هي مناطق عشوائية في الوقت اللي إحنا مشاريع الأسمرات ومشاريع تطوير عشويات ده دليل على إيه؟ ده دليل على أن الراجل اللي معاقر شين مش عارف يعمل بيهم إيه فيحطهم في أبراج وبعدين الدولة تصحى وتروح هدلهم أو الناس تروح تشتري وبعدين يحصل مشاكل بالضبط فده أي يعني مش عايز أقول اقتصادي طبعا هنا النقطة أي واحد يا أستاذ حسام لو بس يعني أزن تدي 30 سنة أي واحد فهم اقتصادي أي واحد ملاش فهم اقتصادي أي مواطن بسيط يقول لك حرام يقول لك حرام طريق دائري بتفع في ملايين مليارات عشان يعمل هايوي عشان يساهل تسهيل حركة مرور النقل والبضايع والناس ويوفر وقت ويوفر وقت زي كبرى رود الفرج على سبيل المساعد تعال اتفرج بعد ثلاث سنين رود الفرج دي هتتتحول إيه أنا واسخ أنها تتحول من أرض الزراعية إلى أرض سكنية إذن ده معناه أن هناك توجيه خاطئ أو عدم توجيه أو عدم رؤية وأنا مش بحمل الحكومة لأن هنا هنا وللأسف وخلينا نفتح الملفات بما أنكم يعني برامل ملفات المحليات ده دور المحليات المحليات اللي بتخطط جراس شروت يعني السيد الرئيس أو الوزراء عديد في مكاتبهم يعني أنا مش مطلوب من لكن التنفيذيين موجود على الأرض يكون محافظ ولا رئيس مجلس مدينة ده ده فيه ده فيه مسؤول فيه هاية رقابة الدرية وفيه لازم المحليات لازم المحليات تاخد على عطقها وتعرف أنها جزء من تطوير هذا البلد مش بس تبقى إداري لا تبقى جزء من الفاسم تنفيذي وكمان فيه عندها فيشن يعني أنا نهاردة المحليات دي ما فيه عندها خطة لما تيجي تسأل أي محليات الخطة تسمرية عندكو إيه فين المراكز الشباب أنا سألت المحافظات نفسها مش هتلاقي لأن مازال هناك انفصام وهذا الكلام يعني قلناه كتير جدا جدا للأسف عندنا إرادة سياسية رائعة كنا نتكلم قبل المرنامج عندنا رئيس عنده إرادة سياسية قوية بوليتيكا لويل وده شيء رائع في دولة وكنا مفتقنين إرادة سياسية أو الرغبة فيه الرغبة فيه وبالتالي عندنا يعني قيارة سياسية تريد وللأسف الكاسكيد داون أو هذا التأثير على الهيكلية اللي تحت على تحت الحقيقة مش موجود فمحتاجين أن هذه القوة لا تظل فقط في في السفير الأعلى لكن تنزل حتى المحليات وحتى المواطن اللي عادي يحسي بيها طيب سريعا كده قبل ما أدخل أنا عايز طبعا أتكلم عن فتح اللي هو فتش لورنينج فتش طبعا فتش يعني فده معناقي بس أنا عايز أسأل هنا فكرة ولولي فتش ما لازم نقول طيب خلينا ندخل في دي هو فتش الحقيقة مؤسسة وساعت ندحك وخلينا لعبدور الموزيع وقولك طفتش دي شركة ولا مؤسسة هي شركة أمريكية هي شركة هي أحد الشركات الكوبرا الأمريكية اللي بتقيم الملاع المالية للدول عشان تقدر تعرف عشان تقدر تعرف هل الدول دي يعني عندها قوة مالية ولا ما عندها فكنا نهضة فتش وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر أن احنا في الفترة الماضية من بدأنا الإصلاح الاقتصادي ترفع تصنيف الاقتماني صحيح خمس مرات إلى بي بلس مستقر وده شيء إيجابي جد نطلع من 1.5 من 10 بعد الثورة إلى 5.5 من 10 8 من 10 إلى متوقعا السنة الجاية 6 و 1 من 10 إلى أن احنا نطلع إلى 7 و 8 من 10 أو 10% أي شيء طبعا عظيم فترفعنا خمس مرات في وقت دول مش عايزة أقول اسمها في المنطقة حوالينا تركيا لسا نزل تركيا بزرح بزرح وقتر كان وقتر طبعا فكون تركيا وقتر بما لها من سيولة مالية من سيولة مالية ودولة قزية قطر عندها لنعرفين الاحتياطات بتاعت أنها تتخفض وتركيا تتخفض ومصر يتفع تصنفها الاقتماني من وكالات دولية محايدة اللي هي محمد ولا محمود ولا تبع نظام المركزي ولا تجامل ولا تتجامل ولا يصل لها مصلحة مع مصر ده بالعكس بعض الوكالات وإحنا عارفين لها يعني أجندة خاصة فكون هذه الوكالة ترفع تصنيف مصر إلى بي بلاس مستقر خلال 5 سنوات ده إشارة وبعدين تيجي الوكالة إحدى الوكالات الكبرى زي فيتش اللي هي فيتش ومودز وستراندرنفور تيجي تفتح فرع في مصر عشان تعمل تدريب في مجال التصنيف اللي تعمل شيء عظيم وده يدل على حاجتين أولا على أن فيه السوق بيجري يعني فيه حركة في السوق وإن عندك فلوس دخلنا في السيولة وإن فيه ناس في مصر عايزة تتدرب وفيه خبرات عايزة تأخذ خبرات فيه خبرات موجودة بس محقايا تدريب أعلى شوية وبعدين نقطة يعني هتوفقني في الرأي لأن هي مكملة ليها نفتش كمان فهم كويس أنك ما بتلعبش على مصر ده يابتلعب على على الريجين يعني ممتغة شرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا كلها نواتب ماناك رئيس حدر إفريق كل المؤتمرات كل المؤتمرات اللي بتتعامل في مصر دليلي على أن فيه حركة في البلد فحيجي لك فقط من مصر هيجي لك من الدول الخليجية وهيجي لك من لبنان وهيجي لك من المغرب وهيجي لك سوء يعني أصباحة مصر النهاردة سوء إقليمي وده نقطة مهمة يعني وجود فتش ليس فقط دليل على نشاط السوق المصري لكن دليل على عودة مصر قوة إقليمية اقتصادية مؤثرة جاذبة للحركة خلينا نقول مؤتمرات وترينيج فهي هتشتغل على عملية التدريب للكوادر المصرفية في مجال التصديف الإتمانية وطبعا دي حاجة جيدة جدا لأن ولادنا وإخواتنا وشبابنا هيدخلوا مجال عايزة أقول جديد علينا وهي مؤثر برضو على الدول تانية طبعا وبعدين غير خافي على حضرتك أن كل شبابنا اللي هيشتغل في هذا المجال هم اللي هيشتغلوا في الدول العربية في عملية التصديف الإتماني والوزارات وإحنا يعني لينا الحمد لله لينا خبرات على الدول العربية في كل الدول العربية وإحنا يعني إحنا لدخلنا النظام المحاسبة الموحدة نظام الموحدة الموحدة والنظام المالي والمحاسبة حكومية والمستشارين الموجودين فالحقيقة دي هتبقى إضافة في نقطة مهمة أو ملف مهمة أو نفق مهم أو طريق مهم في الخبرات المالية في مصر الحقيقة طيب أنا عايز في دقيقة بس فكرة التحفيز الاقتصادي إحنا كنا تكلمنا على موضوع التضخم وموضوع هنا برضو مصر كانت في فترة من الفترات في حاجة اسمها يركض تضخمي تحفيز الاقتصادي ودور الجهاز المصرفي في الفترة الجاية هو البيروقراطية يعني يعني اسمح لي مش هدخل في تيكنيكاليتز لكن خلينا نتكلم كلام بسيط اللي يفهمه المشاهد الدولة عملت معاليها في تطوير القوانين الاصطناع الأجنابي مباشر بيجي الدولة عملت معاليها في إنشاء المناطق الصناعية وتطرول الاستثمار والبنية التحتية إحنا محتاجين للشغل يتعامل تاني على جراس روت أو في مجال مقابلة المستثمر وتحفيز المستثمر وكل هذه الأشياء عشان نقدر نجزب على شكل التنفيذي بقى نظر علشان إحنا محتاجين فلوس بالبلدي كده محتاجين فلوس الفلوس اللي معنا حلوة وشغالة وكويسة والدولة بدأت يعني تنتعش نوعا ما لكن الدولة عليها كاه عليها مسؤولات كبيرة جدا طرق وكبار وبنية تحتية ومدن جديدة وبنية جديدة وكانت متهلكة وبنية جديدة فعليها كاه في وقت أنت عندك العجز فيه في الموازنة العامة وصل لـ 80% من ناتج المحلي أو 7% من ناتج المحلي سنويا فطبعا دي نسبة كبيرة بتحاول فإنت المنفذ المنفذ والمنفذ الأساسي هي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لن يأتي الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلينا نبص لدول حوالينا المغرب على سبيل المثال دور بشكل بي دبي ودوة الإبراحية فإحنا الشكل أو الشيء الأساسي اللي هو يعني كيفية التعامل مع المستثمر ليس تاني برجع أقول مش على مستوى بالطاق العليا الإدارة العليا الهاي مانجمت لا نفاق التنفيذ في التشغيل في التشغيل أنا بشكرك دكتور عمر صالح وصدر الاقتصادي السياسي ومستشار البنك الدولي سابقا على وجودك معاول هذا الحوار الهام مشاهدينك كرام وشكر الموصول لحضرتكم على متابعة أوراق اقتصادية هذا البرنامج اللي يفتح واحد من الملفات الاقتصادية الهام للاقتصاد المصري واللي دايما بنضع ونحاور ضيوفنا حول أهم هذه القضايا ونضع هذا الملف أمامكم وأمام القيادة السياسية بشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله الأسبوع القادم اشتركوا في القناة